حادثة حرق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة لم يتم لإفصاح عن نتائج التحقيق فيها حتى الآن رغم إعلان مجلس القضاء في وقت سابق توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن مفوضية الانتخابات رئيس لجنة تقص الحقائق النيابية السابقة عاد النوري اتهم في اتصال هاتفي مع الحرة وزارة الداخلية بالتعمد في تأخير إعلان نتائج التحقيق بسبب الضغوط السياسية التي تمارس عليها بعد تورط جهات نافذة بحرق الصناديق وهو ما اتفق معه مراقبون ومرشحون في الانتخابات النيابية الخبراء لدى القوى السياسية قد قاموا بحرق ما يقارب أصوات أكثر من 45 نائب في بغداد الرصافة وجاءوا أيضا على السيرفر الموجود في مكان آخر واستطاعوا أن يمحون أي أثر لهذه الأصوات بالتغيير من خلال العدو الفرزي ثلاثة منتسبين في وزارة الداخلية وموظف في مفوضية الانتخابات متهمون بحرق مخازن مفوضية الرصافة وفق بيان مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية ما يزال يؤكد أن الوزارة مهتمة بهذه القضية وستعلن عن نتائج التحقيقات حال انتهاء الجهات المختصة منها دون الرد على اتهام عادل النوري للوزارة وزارة الداخلية بالتأكيد تهتم بكل القضايا التحقيقية ومنها هذه القضية المهمة وهناك إجراءات متبعة التي معرفت إن شاء الله نتائج الناهية للتحقيق في ملابسات هذا الحادث وهذه القضية المهمة وبرغم اجتماعات الحكومة المتواصل مع قيادات المؤسسات الأمنية وتشكيلها لجانا تحقيقية مختصة بقضايا تزوير الانتخابات وتداعياتها إلا أنها تركت الكلمة الفصل فيها للسلطة القضائية تحقيقا للعدالة بين مختلف الكتل المتنافسة هفق مراقبين كان لابد لرئيس الوزراء أن يتخذ إجراء معين خاصة أن في اجتماع رئاسة الوزراء كان يحضر رئيس جهاز المخابرات رئيس جهاز الأمن الوطني وبقية الجهات كل هذا كان يدفع أن تتشكل هذه اللجنة لكن أنيطت النتائج النهائية حقيقة إلى السلطات القضائية والتي تتخذ القرار في موضوع الانتخابات وكل نتائجه وبعيدا عن المواقف السياسية فإن إعلان المؤسسات الحكومية تشكيل لجان تحقيقية في أي من القضايا بات بمثابة دفنها في قبو مظلم بذريعة مساسها بالأمن الوطني أحمد عرام الحرة بغداد